البداية دائماً وأبداً كما تعودتم مقالي ومقاله يد تبني ويد ترفع الكؤوس متسلطة انت هو ده النادي الأهل يا جماعة بس ده تلخيص تلخيص واقع في كلمتين تلخيص واقع في كلمتين محدش فاضي للكلام الكلام مش شغل نتنق الأهلي كل دلاب العمل بتاعه شغال في اتجاه الإعمار والبناء وافتتاح المقارات والتوسعة في الفروع وخدمة أعضاء النادي في كل المقارات هتشوفوا تفاصيل الحياة وده ما بيشغلهوش عن الأجندة الرياضية المكتزة والحافلة اللي هدفها دايماً وأبداً رفع الكؤوس وإحراز التتوجات كابتن محمود الخطيب النهاردة في الجولة اللي حضراتكم شايفينها عمل ثلاث حاجات لخاصة العنوان المهانس عادلي عاجبه كابتن الخطيب من مدينة نصر يتفقد مشروع جراش النادي في مدينة نصر مهمة جداً وبقية المنشآت ثم ينتقل إلى التجمع الخامس لمتابعة العمل على أرض الواقع اللي شغال بأسرع ثم يتجه إلى مطار القاهرة فيوم حافل شوفوا الرياضة مع الانشآت مع العمل دي مبدئينا باشوندس مدينة نصر مدينة نصر عايزة توقف هنا عند موضوع الجراش ده أي يا أخي تزامن وتناغم رائع جداً في تحمل المسئولية مع ما يحدث على أرض الواقع من جانب الدولة أي المنطقة دي لما تروحها مدينة نصر لما تروحها أنا أنا يعني مش قادر أصدق حجم مدينة نصر الجراش الجراش أي مش قادر أصدق حجم الأعمال اللي بره بره الندي الأهلي بقى كمية الكباري الحتة اللي كانت عند شارع العقاد واللي عند مكرم عبيد والحاجات دي كانت كارسة أي النهاردة حجم الكباري اللي تعمل أي في سلاسة تنزل في ثانية توسط غير جغرافية المسئولية لا بقى خد بقى من عند من عند مكرم عبيد لحد النادي الأهلي وبعد النادي الأهلي نعم بقى أن في ثلاثة أربع شهور أو أكتر شوية عمل لا يمكن تتخيله شوية أنفاء ومحاور وتغيير مصارات علشان السلاسة تكتمل وتوصلك ل الكباري والطرق السريعة اللي تم إنشاءها فهتشوف يعني عمل عبقري على الأرض الواقع فيه فيه متعلق بالنحة المررية يأتي النادي الأهلي عشان يساعد في هذا الأمر ويعمل هذا الجراش فالحطة اللي كانت اختناق بسبب إن عربيات الأعضاء مش لقيا مكان وسد الشوارع المحيطة بالنادي الأهلي هتساعد أو هتجمل المرحلة الأولى في الجراش يسع سبعمائة سيارة هتجمل هتجمل ما يحدث على الأرض الواقع إنت مش هتشوف عربية بعد كده برة إنت متخيل السبعمائة عربية دول في المحيط الخارج اللي نادي كانوا عاملين إزاي صحيح صحيح ودي المرحلة الأولى من المشروع أهمية أهمية الجراش ده إنه بيكمل العمل الرائع اللي بيتم برة أسوار النادي كابتن خطيب مع المهندس سامح على كامل المستشار الهندس المجلس الإدارة اطمن على إجراءات العمل وعلى إنه المجلس حيقدر ينفذ وده اتساقا مع سياسة الدولة انتوا شفتوا الدولة ليها موعيد وتوقيتات هتعمل ده في إمتى احنا دلوقتي صدرت القالي اول ساعة انتخابات خذلي بالك بس عشان نسخ ساعة انتخابات قالك هينجز كذا في قد كده فبالتالي مشروع الجراش في أقرب وقت هيتم افتتاحه ما يحدث مشروع التجمع ده حدوتة تانية خالص مجلس إدارة النادي الاهلي لو تفتكروا الحالي برئاسة كابتن محمود الخطيب لما استلم المهمة في 2017 كان في مشكلة في الأرض الأرض اشتراها المجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طهر كان في مشكلة في الأرض متجرفة وحتكلف النادي كتير جدا عشان يبدأ يبني فيها الحمد لله بجهود مجلس إدارة النادي تم التوصل مع وزارة الإسكان على تبديل قطعة الأرض فغير الأهلي مكان قطعة الأرض استلم أرض مستوية في التجمع بدأ العمل فيها على قدم وساق سريعا كابتن الخطيب النهاردة والمهندس سامح علي الكامل في أرض التجمع شفوا في خلال الدورة دي الأمر وصل لفين اللي انتوا شايفينه ممكن أقول حاجة بس تفضل يا جماعة ما قبل البناء أصعب مرحلة اللي هي البنية التحتية والترخيص والرسومات الهندسية يعني الرسومات الهندسية والترخيص ثم البنية التحتية فتاخد الموافقاتك انت خدت الأرض الجديدة وخدت الموافقات وعملت كل حاجة ثم انطلقت مؤخرا في عملية انك بقى تطلع فوق الأرض ما نراه الآن في هذه الجولة لا يصدق عدة شهور فقط أظهرت كل هذا العمل انت لو تلاحظ الصور اللي انت شايفه ده نفس الطابع بتاع كل الأسوار في كل المقارات الشخصية بتاعت الأهل المعمارية أيضا أحد الوسائل الاستثمارية والتسويقية رافض من روافض كل دحي بأعلانات الجولة اللي بيتجولها كابتل الخطيب دلوقتي معاه الدكتور سعد الشيالة بالمدير التنفيذي للنادي أو القائم بعمال المدير التنفيذي والمهندس السامح علي كابه ها دي رؤية على أرض الواقع ها جماعة بتعمله ايه والإمتى شوفوا بقى اللي حاصل في التجمع عشان أقول لكم حجم الإنجاز اللي شغال مجلس لو التجمع بإذن الله تعالى يفتتح خلال بضعة شهور بس حيسجل به مجلس إدارة الأهلي رقم قياسي في مقرات النادي وحقول لكم ليه طبعا الجزيرة المقر التاريخي لكن مدينة نصر تم بناءه بين مجلسين الشيخ زايد اشترى الأرض مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي بدأ الإنشاءات في عهد مجلس الكابتن حسن حمدي ووق قطع شوت كبير جدا فيه استكمل وشطب وافتتح المهندس محمود طاهر ومجلسه والكابتن محمود الخطيب ومجلسه بيستكمل منشآت الشيخ زايد لكن التجمع هيبقى فيه رقم قياسي غير طبيعي في تاريخ مقرات النادي انه تم البدء العمل اولا اتغيرت الأرض فانت اول حفرة عملتها مجلس الإدارة الحالي فانت تنجز هذا المشروع بالكامل ويفتتح بإذن الله تعالى خلال بضعة شهور ده شكل المسجد ده شكل انجاز هقولك انا المرحلة دي الاعجازية الحقيقة هيبقى فيها ايه كابتل خطيب في هذه الجولة مع المهند سامح علي كامل والدكتور سعد شلبي اتطمنوا على كل ما يجري من انشاءات تقريبا وصلت الى نسبة 80% من المشروع ده استناد للمرحلة الاولى الخاصة بانت بتستكمل بنية تحتية بقى حاجة غير طبيعية انك بتعمل بنية تحتية للفرع كله هذا المشروع بالشكل الكامل بتاعه هيكون مستكمل كل اللي مطلوب هيفتتح خلال بضعة شهور المجلس لسه محددش او ما اعلنش المهند السامح علي كامل خلال الجولة استعرض ما تم انشاءه او تجهيزه حاليا بيجر العمل على تشهيد مبنيين اجتماعي واداري 8 ملاعب تنس ملعب سلة ملعب طيرة وكرة يد واربع ملاعب لكل لعبة بالاضافة الى ملعبين كرة كبار ملعبين كرة قدم كبار فيه اكاديمية للنادي وفيه مبنى خاص بالاكاديمية على غرار فرع الشيخ زايد حيتم حيتم تجهيز جراش داخل النادي أسوة بالشيخ زايد ايضا يسع 600 سيارة لاعضاء النادي في التجمع شيخ زايد ولا تقول مدينة ناصر خلاص ستدخل في الجراش الداخلي لكنه المرحلة التانية هتبقى يستكمل الجراش اللي خاص بالتجمع ل950 سيارة المرحلة الاولى 600 سيارة يعني انت مش بس بتعمل مقر لا دا انت بتساهم في حل مشاكل المرور وبتحقق السيولة المرورية لسكان التجمع بتستبق المشاكل بالضبط الحلول تستبق المشاكل اللي بيحصل يا جماعة على أرض الواقع دا شيء بقولكو في خلال دور دور عمل واحدة المجلس الدارة بس لما تعرف ان الهيئة الهندسية بالضبط لازم تعرف السرعة جاي من ايه الانضباط والإتقان والسرعة وده من قرات الرائعة اللي فيها بعد نظر انك شورتكات كده روح روح على الهيئة الهندسية وخلص دماغك بالنسبة برضو للتجمع يمكن المهندس سامح علي كامل قال ان الفترة الحالية بتشهد دراسة التصميمات الخاصة بحمام السباحة علشان يبدأ العمل في تنفيذه فورا ولا انتهاء منه في أقرب وقت فانتوا شايفين بنية تحتية كاملة شايفين منشآت رياضية متكاملة نادي مش مجرد فرق انت بتنشئ نادي جديد بملاعب الباسكت والهندبول والفولي وكرة القدم والأكاديمية وحمام السباحة اللي حيتم إنشاؤه بالإضافة للمبنى الإداري والمبنى الاجتماعي ومبنى الأكاديمية كمان كل الناس لازم تفهم كيف يمولي الاهل مشروعاته كل فرع بيمول نفسه اي يعني انت دخلت الوقت في التجمع قبلت أعضاء وحددت الرقم اللي انت عايش تقبله عشان تخلص المرحلة دي اي اي والفلوس اللي جات انت حطيت على طول قبل ما ما تروح هنا ولا هنا الشيخ زايد النهاردة الأموال اللي بتجمع فيه بتطوره وبتكمل منشآته اي دي احنا شفنا العمل الضخم الهايل اللي تم في مدينة ناصر اي الذي يعني برضو لا يصدق اي في الوقت القياسي اللي اتعمل والتطوير ايضا اللي حدث في الجزيرة الجزيرة يا جماعة اصعب مكان ممكن تحط فيه شغل يبان قوي ليه لان المساحة محصورة وتراثية كمان وتراثية لا وكلها العملية 18 فدان ولا حاجة زا كده اه فالنهاردة فكرة انك انت عايز تشيل المدرجات دي فكرة يمكن من 15 سنة صحيح عشان توسع النادي من جوه صحيح ما انت عندكش حلول انك تتوسع على الاطراف اه ولو كان ياملك النادي الايلي حلول انه يعمل اه جراش افقي كان عامل الحل الوحيد في المنطقة دي بس لازم التوقيت ولازم التصميم ولازم الموافقات في المتعدد الطوابق انك تعمل جراش متعدد الطوابق وهي دراسة وهاجس كل مرة بيدرس فانت مش سايب حاجة للصدف يعني الحقيقة المجلس لو بالورع والقلم كده والناس عايزة تقعب ياريت الناس تقعب تحاسبه يعني انت كان كابتن صالح له كلمة يا جماعة انتم ما بتحضروش الجمعية العموية جمعية العموية انتوا فاكرين انها بس للانتقاد احنا عايزين لما نشتغل تيجي تقولوا انه والله عملته كويس كويس او وحش احصرنا في ايه وانجزنا ايه فاعتقد ياريت الجمعية العموية اللي جاية دي تبقى جمعية لحساب المجلس عشان تنصفه صحيح لانه انا بقولكم ده مجلس انجز هذا الاستاذ اهو هذا الفرع حين افتتاحه باذن الله ولان الجهود اللي شغالة والعمل اللي انتوا شايفينه دكتور سعد الشلبي يدخل دخل في المعمع على طول اه اه خدا عن سيدرو اللي حصل دلوقتي في خلال بضعة شهور قبل نهاية عمل المجلس ان شاء الله يكون فرع التجمع جاهز لافتتاح المرحلة الاولى منه باستكمال البناء التحتية والمنشآت الرياضية اللي قلت لحضراتكو عليها وساعتها يسجل التجمع ورقم قياسي كمقر انه يبنى بالكامل ويفتتح في عهد مجلس ادارة واحد ده بيتتسق مع فكر الدولة وايقاع عمل الدولة انه مفيش وقت للكلام والانجاز السريع بأعلى كفاءة وأقصر مدة هو ده اللي حيبني البلد وهو ده اللي هيعمر وهو ده فكر الاعمار بالمناسبة انتوا شايفين جهود القوات المسلحة المطلعة بهذا المشروع انك انت بتشتغل في اليوم اكتر من 24 ساعة عشان تقدر تنجز قبل الموعيد المحددة بص بص طبعا انما لقين الاهلي بيعمل عمل مؤسسي ايه فتبص تلاقي التواصل ناعم بكله بيكمل غيره بالضبط يعني ما بدا له من خلال المجلس طبعا وتكلفاته العميد محمد مرجان مثلا ايه اللي كان له دور في صحيح ملموس الى واحد تاني بيتسلم الراية بتفكرني بالراية الاولمبية كده المشهد اللي بنشوف في التليفزيون الشعلة اللي بني هم عمالين الشعلة اه الاهلي يتسلم الشعلة سواء عن مستوى العجارة التنفيذية او مجلس الادارات اه او فكور هو ده العمل المؤسسي اللي في النادي الاهلي ايه المؤسسة هي اللي بتنجح مفيش فرض هو الفرض طبعا طوره كبير جدا بس هو منضبط جدا في اطار العمل الجماعي والعمل الجماعي لما يمتد بفكر الاعمار اتساقا مع توجهات الدولة لمنطقة زي التجمع شوفوا الناس بدأت تتكلم دلوقتي في التسويق العقاري وانت سيد العارفين الى قيمة التجمع لوجود النادي الاهلي وازاي الناس بتستغل لوجود النادي الاهلي في التسويق ليها وده قيمة الاهلي التسويقية الاعمارية في كل مكان شوف مدينة ناصر راحت فين بعد النادي الاهلي شوف الشيخ زايد بعد النادي الاهلي ما خاتش بالك من حاجة بالمناسبة الكلام ده بستنى بحكم بقى حاجات كتير لا أطها الكاميرا عمالها تتجول بتشوف الكمباونز اللي بدأت تظهر حوالي هو ده يا جماعة هي بالصدفة هو ده الدور المجتمع الحقيقي لنادي الأهلي دي مدينة نصر دي مدينة نصر ده جراش مدينة نصر ترجعت لنا تاني من أول السطر بيفرجك على مدينة نصر لأنه الإنجاز والإعمار اللي حصل في مدينة نصر بس برضو لو جدت التجمع حتشوف المشا ده تقريبا بصوا بقى يعني لما يكون النادي شغال بكل هذا الإقاع السريع المنضبط المتسق اتعملت فكرة من مدينة نصر للتجمع ولو نقلت هلأ شيخ زاد هتلاقي العمل سريع جدا هتشوف نفس القصة بص أنا ساكن قدام ساكن قصادي وبحبه من الشباك كده انت بتغنيله ساكن قصادي وبحبه بشوف حجم كمان الصلاة والحاجات الجديدة اللي حملت والفروع بتاعت البنوك واللي خلاص شغالة يعني الواحد مجمع الألعاب بيبقى صلاة الحياة هايل والله شيء جميل جدا ده التجمع اقول مشهر يا انت بتغطوني ليه يا شباب نفس الصورة صحية صحية هو ده الإعمار يا جماعة وهو ده الدور المجتمع الحقيقي والكبير للنادي الأهلي أينما وجد بقيمته وبصمعته وبمكانته وبفكره كانت يد الإعمار فاكروا احنا في لقصر لما تقالك بمجرد ما النادي الأهلي جيه وافتتح رئيس جهاز مدينة لقصر قالك بقنا كمية أراضي الشركات حوالين النادي الأهلي على طول التنمية بتشتغل يحدث رواج صحية دايما الخير في ركابك أهلي ويعني ويعني ترس من التروس المهمة جدا التي تحكم خلال أهداف بلدنا الجميلة